الملك حمد بن عيسى آل خليفة بين الأديان والثقافات ورفع سمو نائب رئيس مجلس الوزراء في البرقية أسماءات التهاني والتبركات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بهذه المناسبة مؤكدا أن شهادة الدكتوراه التي منحت لجلالته حفظه الله ورعاه تأتي تتويجا لسياسات حكيمة رسخها جلالته وجعلت من مملكة البحرين مركز إشعاع للتعايش والتعددية واحترام الآخر حيث أصبحت مملكة البحرين تمثل نموذجا عالميا يقتدى به في توجيه دفة الجهود لخدمة الوحدة الإنسانية وفق مبادرات استهدفت شتى مجالات التعايش وتعدت بمضامينها وأهدافها الحيز المحلي إلى العالمي داعين المولى جلت قدرته أن يحفظ جلالته ويديمه ثخرا وسندا وأن يمنى عليه بدوام الصحة والعافية وطول العمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر